تقريبا على ما تم تداوله بشأن احتمال ارتفاع أسعار اللحوم والدواج أكد الوكيل المساعد للرقابة والموارد بوزارة الصناعة والتجارة سيد عبد العزيز الأشراف أكد أن إدارة التفتيش تقوم بشكل مستمر برصد أسعار السلع الأساسية والتحقق من مدى توفرها بأسعارها المعتادة مع ملاحظة حركة السوق بشكل عام هذا وأكد الأشراف أنه مع قرب حلول عيد الأطحى المبارك هناك تكثيف في الحملات الرقابية التي من شأنها التصدي المبكر لأي حالة لارتفاع الأسعار وتبين من حركة الرصد أن هناك تنوع في مصادر المواد الغذائية ما يمنح السوق درجة من الاستقرار في طرح المنتجات وبكميات وفيرة ومتنوعة المصدر أما بشأن ارتفاع الأسعار فهو بسبب ارتفاع كلفة الشاحن أو تغير المواسم أو شح السلع من بلد المصدر وبالمجمل فإن سوق مملكة البحرين يتأثر بارتفاع الأسعار إلا أن السلع تبقى متوفرة ومتعددة الأنواع في الوقت نفسه أكد الأشراف أنه في حال رصد أي تجاوزات فإنه بالإمكان التواصل مع إدارة التفتيش أو إدارة حماية المستهلك لأي شكاوى أو مخالفات وذلك من خلال الاتصال بمركز البلاغات في الوزارة أو عن طريق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى تواصل